بغداد العاصمة تفتح ذراعيها لاحتضان قمة إقليمية جديدة تحركات مكوكية من قبل رئيس الوزراء ومفوديه على عقد قمة تشارك فيها دول جوار العراق كالكويت التي تلقت دعوة رسمية للحضور مع دول عربية أخرى كقطر ومصر والإمارات ودول أوروبية ستكون فرنسا في مقدمتها القمة التي تجري في نهاية هذا الشهر نرحب بهذه القمة واليوم العراق يفتح أبوابه وبه ستة أبواب لا نريد أن نغلق جميع هذه الأبواب ونفتح هذه الأبواب على جميع الدول محتاجين إلى إعادة وصياغة ولحمة العراق شئنا أم أبينا إلى الحاضنة العربية عقد القمة ببغداد مفتاح لتوافد دبلوماسي مكثف وعودة العراق للعب دوره الستراتيجي في المنطقة بحسب بعض القراءات خطوة لقطف ثمار السياسات الخارجية وهو ما تطمح إليه الحكومة بعلاقاتها الإقليمية والدولية هذه الإناقات والانفتاح وعلى مؤتمر قمة ببغداد هي خطوة بالاتجاه الصحيح تسير إلى صالح الشعب العراقي حتى يعرف العالم أن العراق فعلا سيذهب من مرحلة انتقالية في عملية انتخابية إلى نظر ديمقراطي وهذه قمة النجاحات والقرارات القمة تهدف إلى تقريب وجهات النظر بين الدول المجتمعة وعقد اتفاقات مشتركة بمختلف المجالات أما موعدها فتشير المصادر إلى أنه سيكون في أواخر الشهر الجاري من العاصمة بغداد بدر الركاب التغيير